لكن التاريخ والجغرافيا والكلام الحلو والكبير جدا فانا الحقيقة مستغرب شوية من ان الكلام اللي بيتقال ان المباراتين دول سهل مفيش مباراة سهل هديكوا شفتوا الماتش اللي فات والماتش اللي جاي هتشوفوا الماتش عابق عامل ازاي لانه تخيل حضرتك ميدياما عايز يعمل ايه الماتش اللي جاي لو حضرتك مكانه لو حضرتك مكان المدير الفني او اللاعبين جاي تلعب بطل افريقيا البطل النسخة الاخيرة من البطولة الافريقية البطل المتوج البطل اللي كله بيتكلم عنه البطل اللي لو انا كسبته العالم بلاش هقول لك العالم можете بتقولش انت بتكبر الدنيا افريقيا كلها هتكلم ان انت كسبته وفي نفس الوقت لو انا كسبته مدياما انا بتكلم هنا على مدياما لو انا المدير الفني وكسبت النادي الاهلي انا حوصل للنقطة سبعة والنادي الاهلي حيب عنده ستة نقط وبالتالي انا حزيد المجموعة اشتعالة انا بوري حضراتكم قد ايه ان الماتش اللي جاي ماتش معقد ماتش معقد فعلا سواء من ناحية الفنية او حتى من ناحية الجماهيرية ان انت تقعد تتفرج على المباراة ناحية الفرجة يعني فلازم تبقى عارف انه الماتش الجاي ماتش صعب مش سهل وللمرة التانية او للاسبوع التانية على التوالي انا بقول لحضراتكم هذا الكلام لانه قلته على كلام على ماتش شباب بلوزداد والحمد لله اديكم شفته برضو الماتش اللي جاي يحتاج الى تركيز كبير من كل لعبة النادي الاهلي يحتاج الى تركيز كبير من الجهاز الفني وانا بصراحة برضو ما عنديش ان انا اقول انه اه عندي غيابات وعندي غيابات كثيرة جدا وامور كثيرة جدا ولكن النادي الاهلي بمن حاضر انا مش هقول الكلمة دي قبل الماتش واجي بعد لا كلمة دي تتقال في كل الاوقات واحنا كويسين واحنا وعشين واحنا عندنا اصابات ومعندناش اصابات النادي الاهلي بمن حاضر النادي الاهلي بجمهوره لان النادي الاهلي ان شاء الله يكون قادر على حسم المواجهتين المقبلتين امام مدياما وينجا افريكنز عشان نتأهل الى دور التمانية الافريقي الناس بتقول لي بص يا عبد اسلام ما هو اصل ايه الناس برضو شايفة او يعني بتتفائل بالمركز التاني يا جماعة فيش حاجة اسمها كده انا قاسف يعني محدش يزعل مني فيش حاجة اسمها بتتفائل بالمركز التاني النادي الاهلي لا ينظر الا دائما للمركز الاول المركز التاني ده بييجي لما تبقى الظروف موديانة لكده فمعليش يا جماعة من فضل حضراتكم محدش يقول ان هو بيتفائل بالمركز التاني والكلام ده لا ربنا يكرمنا ان شاء الله ونكسب مطش يوم الجمعة ونكسب المطش الجمعة اللي بعدها مع يانجا افريكنز ونصعد اول عن هذه المجموعة وبعد كده اللي حلها الف حلات انا لعب اي حد ما عنديش مشكلة لانو الطبيعي ايه الطبيعي ان انا اكسب كرة القدم فيها مكسب وخسارة وتعادل لكن الطبيعي ان النادي الاهلي بيلعب كل مباراة وعيز يكسب كل المبارايات ايه اللي بيحصل في المباراة دي بتاعة ربنا مش بتاعتي ولا بتاعتك فعشان كده انا بقول انو هذه المباراة ستظل بصعوبتها موجودة لغاية يوم الجمعة الساعة تمانية او بعد المباراة يعني لان النادي الاهلي بيلعب دايما ل sitzen أفز على لقب بطول الدولي الأبطال. وللموسم التاني على التوالي. خد بالحضرتك. ما هو أنت فريق ميدياما عنده بعض المحفزات اللي تخليه عايز يلعب وعايز وكذا. إما أنت عندك محفزات برضو. عايز أكسب البطولة الأفريقية للمرة الاثناشرة والمرة التانية على التوالي. عايز أخذ الفلوس بتاعة البطولة الأفريقية. عايز وعايز وعايز. إحنا كلاعبين عندنا. عايزين نعمل ريكورد جديد للنادي الأهلي والنفسنا. فأنت عندك محفزاتك. يكفي المحفز الرئيسي من وجهة نظر هو جمهور الأهلي. سبعين تمانين مليون أهلاوي وقفين مستنيينك. الدنيا بتبقى عندنا كأهلاوية وقفة يوم الجمعة من الساعة ستة للساعة تمانية. إحنا مرتبين حياتنا على حنعمل إيه من يوم يعني إحنا هنتفرج على المطش من الساعة ستة للساعة تمانية. أي حاجة تانية حتستنى. ولا أنا بقول كلام غلط. هذه الحقيقة دايما من جمهور نادي الأهلي. فيكفي. يكفي إن أنا يبقى عندي محفز بهذا الشكل. تمانين مليون أهلاوي وقفين في ظهرك. وأنا هنا بوجه رسالتي للعيبة. بيقولولك يلا نكسب يوم الجمعة اللي جاية ونكسب بعد كده الجمعة اللي بعدها إن شاء الله ينجي أفريكنز. وبعد كده يحلها ألف حالين نصعد كأول عن هذه المجموعة. هو ده اللي دايما بنفكر فيه. البعث هتسافر بكرة إن شاء الله إلى غنى برئاسة دكتور مهند مجدي. اللي إن شاء الله يرجعون لنا بالفوز وضمان صدارة المجموعة.